نتعلم من رصف ليه طريقا أشكره من أعدى ليه سيارة تنقلني من محافظة إلى محافظة أشكره من أعدى ليه طعاما أشكره من أعدى ليه الهواء النقي بأنه يبدل عوادم السيارات بدل الديزل ويعملها طاقة نظيفة نشكره نعلم الأجيال على كده من طلعش الأجيال بقى مرضى نفسيين فييجي دعية مريض نفسي هو عنده اضطربات في الشخصية عنده اضطربات شخصية واضطربات فكرية واضطربات انفعالية واضطربات في اتخاذ القرار وقرر أنه يكون متدين فلم يأخذ في تدين الدين بفهمه الصحيح بل أخذه بالاضطرباته العقلية لم يأخذ مفاهيم الدين الصحيح بل أخذ هذا الدين بالاضطرباته القولية بل أخذ هذا الدين الصحيح بالاضطرباته يعني التي يحملها أنا مش عايز أفصرها كلها التي يحملها في جسده طيب هذا الدعية بيخرج على الناس لا يخرج على الناس لا بالرحمة ولا بالحنان ولا بالأدب ولا بالرقي ولا بالفهم ولا بالوعي ولا يكون عنده إنصاف لا يرى في الدنيا إلا الأشياء السوداء فقط هو لا يرى في الدنيا إلا الأشياء السوداء تقول له مثلا أن مصر قد ضحت من أجل القدس الشريف وتحريره بمئة ألف جندي فعلا مئة ألف جندي مصر يستشهدوا من أجل فلسطين الحبيبة يطلع ويقول لا لا إنهم كانوا مش عارف إيه ويحقر ويقلل من دم الشهداء والله ده لو أحيا الله تبارك وتعالى شهيد من هؤلاء وعرف طريق الدعية ده مش هيسيبه ده إنه هيقوله كنت فيه وحينما أريق الدماغنا ونحن نريد الأقصى أنت كنت فيه وحينما أريق الدماغنا ونحن نريد إعزاز هذه الأمة فطبعا فيه أجهزة دخلت برضو عمل الشوشرة لهؤلاء ونمت فيهم هذه الأمراض النفسية فيه أجهزة صرفت على هذه أنا منزل على الصفحة وقايل أن يعني روبورتاج كامل تحقيق كامل عن الجامعة الإسلامية في داخل الدولة العبرية التي تخرج دعاة ملتحين من هناك وتنشرهم في العالم العربي وفي أوروبا لنشر الفتنة بين الناس لنشر أحكام التكفيرية لنشر المفاهيم التكفيرية لنشر المفاهيم التي تكون سبب في ضمار هذه الأمة ومنهم أبو بكر البغداد ومنهم اللي كان بيقوم الناس في ليبيا لمدة سنتين وتم الأبض عليه والراجل هذا الذي كان يأموهم في قراءة القرآن وهو راجل بردبة نقيب من الجهاز الذي يعني يؤذي بلدنا فنرجع بقى عندنا فالدعية الدعية بقى اللي هو لديه من مثل هذه الأمراض وخرج على الناس فخرج على الناس مش بالدين ده خرج على الناس بمرضه فلم يكن هين لين كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هين لين هش باش كما تعلمنا لم يكن لا هين ولا لين ولا هش ولا باش بل خرج على الناس بالقسوة وفضاعة تبريء العينين وقسوة الكلمة والأسلوب الفضل والعياذ بالله خرج على الناس فظن بعض الشباب الصغير أن هذا دين ظن أن هذا دين وهذا هو الذي قد تمسك بالسنة وغيره لم يتمسك تركوا الهين اللين الهش البشي اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا للتاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتفيقهون هلك المتشدقون فراحوا يجروا الهالك اللي النبي قال عليه مش أنا اللي بقول عليه راحوا يجروا الهال المتشدق المتفيق يعني المتكبر المتغطرس المتعالي الذي ينظر للدنيا نظرة شازر ولا يكون مشارك في بنائها ونهضتها وروعتها وجمالها ولا يكون مشارك في صلح الناس على بعضهم ولا يكون مشارك في حبه لوطنيه وأرضيه وناسي ولا يكون مشارك في كل نعمة قد يحتاجها الإنسان في حياته هو لا يشارك في ذلك هو مشارك فقط في الهادم والردم والساب واللعن ويظن أن هذه هي رسالة الإسلام لا الله تبارك وتعالى هو الذي يقول واستعمركم فيها أي جاء بكم لتعمروها لنعمر الدنيا مش لنخرب الدنيا وقال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولم يقل لتقاتلوا قال لتعارفوا فاحنا عندنا دلوقتي شيقة مهمة جدا جدا وهو أن الداعية احترس بقى من هذا الأمر قد يكون عنده اطربات نفسية اطربات شخصية نتيجة تربية نتيجة تربية وقد تكون التربية راقية جدا جدا ولكن هذا الداعية عنده اطربات هرمونية في جسمه عنده اطربات هرمونية في جسمه لا مانع أنني أراجع طبيب نفسي يصف لي بعض الحبوب التي تقوم بالمعادل الهرموني في جسدي حتى لا تكون هناك اطربات فكرية لأن هناك اطربات فكرية وعندنا اطربات هلاوس وعندنا وووى إلى آخره خدت بال حضراتكم فمهم جدا جدا أن احنا نخلي بالنا في اعداد الداعية نفسيا علشان يخدم مجتمعه جميعا